موسيقى مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين وعظم الله وجوركم بهذه الأيام بفاجعة مقتل سيد الشهداء الإمام الحسين ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم للأمة إرادة أذكركم بس أعزائي المشاهدين اللي انضميتوا لنا سوا في هالحلقة وكنتم متابعين لنا في الحلقات اللي فاتت بوسائل المشاركة طبعا عن طريق تويتر وكذلك عن طريق الواتساب مثل ما تشوفون معنا على الشاشة لرقام واضحة جدامكم تقدرون تستفسرون تسألون تشاركون في طرح أي سؤال خلال الحلقة لضيوفنا الكرام وأكيد بإذن الله سننقل أسئلتكم هذه إلى ضيوفنا الكرام حياكم ورحب السادة المشاهدين معنا في حلقة جديدة وتواصل سياسي جديد في برنامج للأمة إرادة هذا البرنامج السياسي الذي له وقفات سياسية مع مرشحين مجلس الأمة القادم والحركة الديمقراطية والعرس الديمقراطي والعرس أيضا الانتخابي الذي نراهن عليه في المرحلة المقبلة أنا وقفات مع مرشحين نتكلم عن أنجددتهم السياسية ونتكلم عن أبرز القضايا والأمور التي تواجههم خلال سير العملية الانتخابية تواصلنا معكم خلال الأيام اللي فاتت مع كثير من المرشحين وكل منهم تكلم عن رؤى خاصة سياسية هذه الرؤى من شأنها أن ترفع خطة التنمية وتحقق يعني كثير من الأمور والطلبات كنا نتمنى أن تتحقق في الفترة الماضية ولكن إن شاء الله تتحقق في الفترة القادمة من خلال المجلس القادم كثير من القضايا اليوم راح نناقشها ولكن أعرفكم بضيوفنا الكرامي راح يتواصلون معنا اليوم في برنامج للأمة إرادة يا ريت اللي حاب يتواصل معنا من خلال الأرقام كما ذكرنا في البداية بداية راح يكون معنا الدكتور مرشح الدائرة الأولى قصف زلزلة وكذلك في الفقرة الثانية راح ينضم معنا المحامي عبد الحميد دشتي لنتحدث عن كثير من القضايا وهناك قضايا أعتقد أصبحت مرتبطة فيهم ما نقدر ننكر دور هاتين الشخصيتين في الحراك السياسي خصوصا أن كل منهم لحركة سياسية مختلفة وأنا أعتقد اليوم أن التجربة السياسية اللي مر فيها كلا ضيوف اللي راح يكون معنا اليوم متواجد مختلفة عن الآخر ورح نستشف من عندها كثير من القضايا السياسية عزيزي المشاهدين يمكن المادة الأساسية اللي راح نتكلم عنها اليوم راح تكون تقريبا محور حلقتنا مع ضيوفنا الكرام هي المادة 40 من الدستور الكويتي طبعا المادة 40 من الدستور الكويتي نصت وحثت على مسألة التعليم والمادة تقول أن التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب وكذلك نصت على أن التعليم الزامي في مراحله الأولى وفقا للقانون بحيث أن في قوة القانون يكون التعليم الزامي في المراحل الأولى طبعا يضع القانون خطة لازمة للقضاء على الأمية كذلك في نفس الوقت نصت المادة على أن الدولة تهتم وبشكل خاص بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي ونشوف مع بعض المادة على الشاشة للمصلح العامل موسيقى عدنا من بعد هذه المادة الدستورية والمرتبطة بدستور دولة الكويت ودستور دولة الكويت دائما ما نفتخر فيه لأن فيه كثير من الأمور ويعتبر سباق في منطقة الخليج العربي دكتور حكرة معنا في برنامج للأمة إرادة حللتم أهلا ووطيتم سهلا يعني كل يوم نختار مادة دستورية تكون هي موضوع حلقتنا وهي الانطلاقة ولكن اليوم قبل أن نتحدث بهذه المادة دستورية والأربعين مادة أربعين من دستور الكويتي أود أتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي قضية الشطب اللي صدر قبل أيام قليلة وحدث عليه كثير من الأقاويل والمهاترات والبعض كان يحاول أن يولفق التهم والبعض استغرب فكانت نتيجة غير متوقعة للشارع السياسي أتكلم لها بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكركم وشكر الجزيل على هذه الدعوة وعظم الأجر لجميع المؤمنين والمسلمين بمناسبة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام مدرسة الإمام الحسين عليه السلام منذ أربعة عشر قرن علمتنا الكثير وعلمتنا كيف نستطيع أن نجاهد الحياة حتى نصل إلى ما يرضي الله عز وجل حتى وإن كثر الأعداء سيرت الإمام الحسين سلام الله عليه ووقعت الطف بصورة خاصة علمتنا أنه وإن تكالب الأعداء لكن يبقى طريق الحق يجب أن يسلك حتى وإن قل سالكه لا ننسى أن الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خرج قال وبعبارة كتبها التاريخ بأحرف من ذهب أني لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما بنهاية العبار وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس طريقا مفروشا بالورود وإنما هو طريق شائك وعلى الإنسان عندما يحاول أن يغير إلى ما هو حق في الدنيا عليه أن يواجه كثير من الذين يسعون حتى يقفوا أمامه ويضعوا العثرات أمامه صحيح مقدمة للإجابة على اللي تفضلت فيه نعم هناك واقع سياسي لدينا في الكويت مع الأسف الشديد هذا الواقع السياسي يجعل كل من يريد أن يحق حق يجعل كل من يريد أن يبطي الباطل يجعل كل من يريد أن يساوي بين المواطنين نعم أمام مجموعة متنفذة تريد ضربه لأن البعض يعتقد أن الكويت هي كيكة له لا يستطيع أحد أن يشاركها فيه نعم فلما أتى دكتور يوسف إلى اللجنة المالية كرئيس مقدم مجموعة من القوانين التي تجعل الأمور في نصابها الصحيح وتمنع المتنفذين من استغلال أي وضع سياسي في الكويت لمصالحهم الخاصة طبعا هذا الأمر لم يعجب هؤلاء فكان لابد من كيل التهم وإشاعة الإشاعات وهؤلاء يملكون مؤسسات مالية يملكون وسائل علامية يملكون مال كثير للضرب وهذا الذي حدث مع الأسف الشديد فكانت هناك أو كان هناك أحد البنوك قدم شك وكافبة أن حسابي آن شخصيا في غسيل أموال ولا عرف هذه التهمة من ون يابوها وطبعا إلى جانب تهم أخرى لكن أقول لك شنو القضية صارت بالفعل ذهبت إلى النيابة العامة وقدمت كل الأوراق التي تثبت بأن هذا كذب محض من قبل هذه المؤسسة المالية التي يملكها بعض هؤلاء المتنفذون وبالتالي كان أمر طبيعي أن يوجهوهم لاتهامي بمثل هذه التهمة أتت النيابة العامة وهي الجهة التي لا تنتمي إلى أي شيء إلا تريد أن تحق الحق صحيح عندما حققت النيابة العامة وقدمنا كل الأوراق الثبوتية التي تكذب ما قيل عنها نعم أتت النيابة العامة وقالت كل هذه التهم باطلة وليس هناك تهمة غسيل أموال أو أي تهمة أخرى وإنما هذه الأموال وهي أموال محدودة ترى مو كما قيل ويعني سمعت الإشاعات ملايين نعم وعشرات الملايين إلى آخري كلها طبعا كانت أكاذيب والنيابة العامة أقرت بأن هذا كل كذب وأغلق الملف ولم أصلا يعني يذهب إلى المحكمة لأنه كان واضح عند النيابة أن هذا كل كذب نعم الآن عندما تقدمنا للترشيح أتت هذه اللجنة مع احترامي الشديد لأعضاء هذه اللجنة أتت هذه اللجنة وقالت بما أن هذا البنك قدم عليكم تلك الشكوى وبما أن وما علمنا المسبق أن النيابة يعني أقرت بأنه ليس هناك تهم عليك برا أنك أنت بريء من هذه التهم إلا أن الناس بتتحدثت في هذا الأمر وعندما تتحدث في هذا الأمر هذا بلا شك سيأخذ جزء من سمعتكم والمشرع عندما يصل إلى مجسل الأمة يجب أن تكون سمعته غير متأثرة بأي شيء ولذلك نرى أن لا تستمروا في الترشيح للانتخابات وجهة نظر للجنة أحترمها أنا لكن أقول لك لو كان الأمر كذلك أنت ألا ترى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو قال عن نفسه ما أوذي نبي في أمتي كما أوذيته في أمتي حتى أتى القرآن وقال ما قيل في حقه من قبل من كان معه وقال معلم أو مجنون وقال ساحر أو مجنون تكلم الناس عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لكن الله لم يبدل النبي بنبي آخر بل استمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل الأحوال نعم أكرر أحترم رأي هذا اللجنة لأن مطلوب منهم أن يفعلوا ما يريدون لكن في نفس الوقت نحن طعنا في قرار هذه اللجنة هو المحكمة ستجتمع معنا يوم الأحد القادم وآنا كلي ثقة أن ما سيصدر من المحكمة هو عين الحق وعين الصواب الذي سيراه كل أبناء الكويت وسبحان الله يعني أنا دائما أقول كأنما الأجواء تدلل على شيء هذه الأجواء أجواء محرم الحرام تدلل على الظلم الذي أصيب أهل البيت به من قبل كثير من الناس من عاشوا معهم وعندك كثير من القصص وكثير من الأحداث التي مرت على أهل البيت وعلى بالخصوص الإمام الحسين من الظلم لكن انكشف ما بعد الحق كشفه الله عز وجل ورفع الإمام سلام الله عليه إلى أعلى عليين وجعل أعداءه حقيقة يعانون ما يعانون لكن أقول لك وطمئنك وأطمئن الجميع أنا أفعل ما أمرنا به أمير المؤمنين عليه السلام صحيح صحيح ماشاء الله عليه عندما أمرنا أن نتبع الحق وإن قل سالك ولا تنسى ترى الكثرة مدائما محمودة وقليل من عبادي الشكور الله عز وجل يقول ولذلك علينا أن نعمل كما أمرنا الله عز وجل ويبقى الأمر بيد الله تبارك وتعالى هو الذي بحكمته غر ما يشاء ولذلك أنا أقول لك سيظهر الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهور نفرح إن شاء الله كلنا طبعا مثل ما تفضلت سيدنا كلنا ثقة في قضائنا الكويتي العادل وكذلك نتمنى لك بإذن الله تعالى التوفيق بمرحلة القادمة نخلنا نتقل إلى المادة الدستورية اللي ناقشناها في بداية الحلقة اللي هي المادة رقم أربعين الدستور الكويتي اللي تتكلم مين لي عن التعليم إنه حق للكويتين تكلمنا باختصار عن المادة هذي ومدى تطبيق الحكومة للمادة هذي أول شيء ليش ما تقول لحق الناس إن أنا مدرسك قبل عشرين سنين أنا ما بي أكبرك أنا ما بي أكبرك أنا ما بي أكبرك عشان جديد أنا لي فخر إن في يوم اللي يام كنت أنت استاذي أنا لا تشرف أنا لا تشرف حقيقة شوف يعني من المفاخر اللي أنا افتخر فيها في أوساط الناس حقيقة وأشوفها كثير الله يخلي وين ما أروح أشوف أحد تلامذتي يعني المختلفة فلذلك فرحت كثير سيدني لمن شفتك أنت اليوم مهني وحقيقة افتخر افتخرت إني أنا في يوم من الأيام قبل 19 سنة تقريبا درست دكتور الموسوي حقيقة واللي أتشرف أن يكون هو معي في هذه الليلة شوف قضية التعليم أنت عندما تأتي إليها تشعر بأنها جزء وركيزة أساسية ليست في دستور وإنما هي أصل من الأصول الذي التزم به الأنبياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن نفسه إنما بعثت معلمان فقضية التعليم وأيضا في الروايات اللي وارد عن النبي وعن أهل البيت عليهم والسلام اطلبوا العلم ولو بالصين اطلبوا العلم من المهدي إلى اللاحد إلى آخرين فقضية التعليم هي قضية أساسية ترتكز عليها المجتمعات وتتطور من خلالها ولا تنسيه أي استثمار أي استثمار تسوي أنته يكون استثمار محدود إلا الاستثمار في العقل البشري والاستثمار في العقل البشري لا يكون إلا عن طريق التعليم أنا أقول لك صحيح أن هذه مادة دستورية واضحة وبينة وبعدين لا تنسى هذه المادة عندما تكلمت عن التعليم في البداية تكلمت عن الشباب في آخر المادة صحيح في آخر المادة أرادت أن تربط بين فكرة الشباب وبين التعليم أنت إذا استطعت أن يكون لك تعليم متميز وقادر على أن يستثمر عقول الشباب بلا شك هؤلاء الشباب سيكونون يعني بسد منيع للمجتمع وسيكونون هم من يرفع راية البناء والتطور والرقي فيه ولذلك عندما أتى المشرع الكويت الدستوري ووضع هذه المادة كأساس هذا يا بشيء منطقي لم يأتي بشيء من فراغ وأنما كان لعلمه المسبق أن المجتمعات لا يمكن أن تتطور لا يمكن أن تتقدم لا يمكن أن ترتقي إلا إذا كان التعليم هو الركيز الأساسية فيه الآن وتسمحوا لي فوي أسترسل في هذا لأن أنا رجل أصنعني معلم في نهاية الآن صحيح إحنا عندنا النظام التعليمي في الكويت يمكن ابتدأ بدايات بسيطة لكن هذه البدايات البسيطة في أيام الأولى كانت على مستوى الدول بدايات جيدة سباقة وحتى الكتب والمناهج الدراسية كانت مناهج ذات مستوى عالي وراقي لأن تعرف العلم يتطور والناس تتطور وحتى أساليب التدريب والتعليم تتطور صحيح إحنا الحين وصلنا إلى مرحلة من المفترض مع كل إمكانيات الكويت مع وجود مادة دستورية واضحة مع وجود واخذها مني ترى عندنا المدرسين والمدرسات الكويتين الكوتيات حقيقة على مستوى عالي من التعليم اللي يهيئهم إنه بالفعل يكونون سبب رئيسي حتى يطورون عقول أبنائنا وعقول شبابنا لكن وين المشكلة إحنا عندنا مشكلة في التعليم المشكلة ليس في المعلمين المشكلة ليس في المعلمات المشكلة في المناهج التدريسية وفي طريقة التدريس صحيح رح تسألني شلون أنا بعضك مثال بسيط جدا وهذا المثال قبل عشرين سنة صار معي أنا شخصيا قبل عشرين سنة لما كان عندك طال لا قبل 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 قبلها يوم كنت في أمريكا أدرس نعم كنت في الولايات المتحدة الأمريكية أدرس الدكتوراه بعد الغزو مباشرة فكان وعيالي صغار معاي عندي ولد في ثالث ابتدائي ولد في أولى ابتدائي ولد في الروضة نعم كنت لما أصحى حق صلاة الصبح صلاة الفجر حتى أصلي أشوف عيالي لابسين أهمة شوف في هذا العمر يبقى الأحد بس هم لابسين وجاهزين تحت ينطرون تطلع الشمس حتى أخذهم موديهم المدرسة ليش؟ لحبهم للمدرسة صحيح لأن طريقة تعاطي المعلمين مع الطلبة في هذا العمر شيء راقي ورائع كان هذا واحد أثنين الأجواء اللي كانت تهيئ في المدرسة كانت أجواء تجعل الطالب يحب المدرسة صحيح ما يكرهها صحيح وبالفعل استمرت فترة طويلة على هذا المنوال وأزيدك شوف حتى تعرف كيف لون التعليم في الولايات المتحدة لأن هذين المسلمين فلهم طقوسهم الخاصة تختلف عن الآخرين فلازم أكلهم يكون غير طريقتهم غير فأقول لك أول ما وديتهم أسجب بالمدرسة أكو لجنة كونت لي حق عيالي الثلاثة بس المدرسة فيها ممكن أربعمل وسبعين أربعمل وثمانين طالب بس لأن أعيالي لهم طبيعة خاصة شكلوا لجنة اجتمعوا معي قالوا لقل لنا شلون لازم نتعامل مع أولاك شنو هي الثياجاتكم نعم بقعت أنا وأمهم ثلاث ساعات مع هذه اللجنة عرفوا بالتفاصيل وبدأوا الأعيال ما شاء الله يعني بطريقة رائعة وراقية يتعلمون شلون أن المدرسة هم بيتهم الثاني نعم خلصت رجعت من أمريكية الكويت وبلا مبالغة لما انسجلت عيالي في المدارس في أمريكا نفس اليوم رحت بس المدرسة قلت لهم هذا صف شديد هذا صف كذا هذا صف كذا خذوهم على طول قالوا إحنا رح نشوف إذا بالفعل هم بهذا الصف ولا لأ صحيح قالوا الشيء الوحيد اللي نبي منك التطعيم أوراق التطعيم فقط لكن في أي صف رح يتحدد أثناء وجودهم لما نيت الكويت قالوا لي لا لازم أول شيء تروح وزارة التربية ويسولهم اختبار لغة عربية ودين ورياضيات قاعدت بلا مبالغة اسبوعين حتى أسجل عيالي في المدارس اسبوعين وهناك تروح المدرسة تسجل ما يحتاج لا وزارة ولا يعزنوا وبعد راحوا واستانس ترتحكت الحمد لله خلص ان تخلوا المدرسة أول يوم اليوم الثاني فأنا مستانس لأن عيالي يلحبوا المدارس فبيلبسون من الصبح ويتجهزون ييتهموا لنائمين قوم يا حسين شفيك رأسي عورني شمنه رأسك يعورك المدرسة أمس طقتنا على رأسي ليش طقتك على رأسك لأن ما در تقول أنت ما رفعت إيدك عدل أخول صغير شاف أخول كبير كذي قال بطني عرفت إن أكو شيء وبالفعل لبستهم غصبا عليهم ورحنا المدرسة فمسكت الناظرة قلت لها ولدي يقول أمس ما تقول قعد رأسي بالمصدرة فيابت المدرسة سألتها شفيك مع الولد ليش طقتي كانت تقول لأنه لما نسألتهم رفع يدين قاعد يرفع يدينه ويقول أنت شايفهم في أمريكا المدرس مع ليهال وكذا ومرح وفرح وكذا هذه لا تبيه بقيود معين وهذه توياي فما يعرف فرفع يدينه هذي عصبت عليه طقت على رأسه خلص كرة شيء اسمه مدرسة لذلك أقول لك ما نحتاجه إحنا أسلوب جيد مناخ جيد في المدرسة ونحتاج مناهز دراسية جيدة لكن تتكلم عن المدرسين والمدرسات أقول لك لا أهمة من أروع ما يمكن موقف مثل هذا اللي قلته توني كقصة ترى هذا إجراء اعتيادي بالإمكان تصويبه وتصليحه لكن إذا أنت ما عندك وسائل لتعليم جيدة ما عندك مناخ لتعليم جيد ما عندك أيضا مناهج جيدة تشجع الطلبة ما ينفع وزيرك شيء أخير حتى بس أوضح لك الفكرة تدري كان في أمريكا يوم كنت درس عيالي ممنوع الدرس عيالك في البيت ممنوع مره غلط قلت أنا بجرب ولدي بشوفه شلونه بالرياضيات يبت في البيت وقاعد أعطيه هذا يقوم فتن علي عند المدرسين ملوته راح عند المدرسين وفتن علي قال البارحة كنت أنا مع أبوي ودرسني والله أن يتصلون عن المدرسة قالوا نبيك الحين ورحت لهم خير أنا خفت على ولدي أنا مسوي شيء قالوا لو أنت مدرس ولدك أمس قالوا ما إيه قالوا لا ما تسوي هاي غلط إحنا في المدرسة يأخذ الدروس ملوته وعندنا ساعة من بعد المدرسة يسوي اندر هوموك صحيح يروح البيت حق اللعب غلط أنك أنت تخلي يدرس هناك لأنه يشعر أنه ما عندنا وقت فراغ لللعب أنت شايف عيالنا شي يصير فيه ملقين يرجع البيت مدرسة ثانية البيت مدرسة ثانية هذا الخطط يعني سيد أعتقد أن هذا هو شرح كامل لهذه المادة الدستورية والمادة أربعين من الدستور الكويتي وهناك كثير من محاور القضايا اللي راح نطرق لها ولكن وصل للشاي نشرب للشاي نروح فاصل صغير ونجح نتواصل مع السادة المشاهدين من بعد هذا الفاصل موسيقى وجعنا مشاهدين من بعد فاصل ومستمرين معكم في برنامج للأمة إرادة بشكل سريع جدا سيد أرجع لك وأتحدث عن الوضع السياسي الحالي يعني الحاصل ما بين الشباب والانقسامات ما بين مؤيد معارض سأشارك سأقاطع واللعب على عواطف الشباب ودي أتكلم عن الوضع السياسي الحالي ودور الشباب حتى تكتمل هذه العملية ويكتمل العرس الديمقراطي وتكون سير العملية الانتخابية بشكل مناسب طبعا واضح أن هناك عدم وضوح رؤية عن كثير من الشباب نتيجة للوضع السياسي المتوتر أي وضع سياسي متوتر ومشحون ما يخلي خصوصا أن أتكلم عن الشباب ما يخلي شباب لديهم وضوح رؤية أين هم متجهون وشي ثاني لما يعاني الشباب من مشاكل مختلفة أمر طبيعي يذهب إلى الشيء الضد لا يذهب إلى الشيء الذي هو هذا أمر طبيعي خلو نعطيك بعض الأمثلة على هذا بس إذا أنت تتكلم عن الواقع السياسي شوف إحنا بالكويت تعيش مخاض هذا المخاض سينتهي فيما بعده أنا مطمئن لأني من الناس اللي دائما أقول علينا أن دائما نكون متفائلين تفائلوا بالخير تجدوا أمرنا بالتفائل أنا شخصيا أرى بأننا متجهون إلى ما فيه منفعة الكويت ومنفعة البلد لكن تظل هناك مخاضات سياسية نعيشها بين فترة وثانية لكن في نهاية المطاف سيكون هناك النور الذي هو في نهاية النفق أرجع للشباب مرة ثانية شوف الشباب لأنه ليس لديهم مواقع حتى بالفعل يعبروا بصورة صحيحة عن كثير من القضايا وعن كثير من اهتماماتهم على سبيل المثال الحين الشباب شنو عندهم حتى يخلون هواياتهم جهودهم نشاطهم فيه ولا شيء ماكو شيء ما صحيح أقولك عندهم ثلاثة أشياء ولا شكل ما المسمى الجديد يقزون سياراتهم صحيح ولا يروحون دواوين شبابية صحيح ما عندهم شغل يفتحون التلفزيون وأيضا يدخنون أو بعضهم ممكن يلعب جنجفة وكذا صحيح أو الشي الثالث أنه يقعد بطاله في البيت حط إيده على خده ويشتخدم لتويتر بروحه ما عنده أخبار ما يدري يعني ما اختلطة بأناس يعلمون شنو أكو شنو ماكو فهو أي خبر أول شيء يأتي يبني عليه فكرة ورأيه وتلقى بلتويتر يعبر عنه يتأثر فيه ولذلك الخطأ الكبير الذي عملته الحكومات السابقة إلى هذه الحكومة الحالية اللي هي أتعس حكومة مرت على الكويت برأيي الشخصي أنها لم تهيئ للشباب مناخ جيد حتى بالفعل يستطيع أن يؤدي كثير من النشاطات التي بإمكان أن يؤديها ويفعلها ظن مفهومة أهوة وأزيدك شوف الحين الشباب المتخرجين وين يروحون يشتغلون بالحكومة بالحكومة ونزارة والكل قاعد يقول أن هناك بطالة مقنعة في الحكومة يروح الشاب يسألني والله العظيم أيونيش تقول لي بنات وشباب ترى يروح إيه أنت متعين في القسمة الفلاني في الإدارة الفلانية يروح يقولوا لأنت حتى كرسي ما عندك شوف كرسي أنا قاعد يقولك ياه ترى من واقع عملي صحيح أعرف أنا شا قاعد يصير لأن الناس أيونيش تقول لي دكتور تكفى قول حق رئيس قسمني خلي يعطيني كرسي وين صارت وين صارت أنت تتوسط في وزارك حتى بس يهيئون كرسي حق موظف أو موظفة لما هذا يعيش بطالة مقنعة ويشعر بأن هذا تخرج وتعلم أربع سنين أو خمس سنين وعنده كثير من القضايا وده ينجزها إيه يحطونه في زاوية من زوايا الغرفة يقول له قاعد يروح هذا شي يصير فيه ردت فعل سلبية صحيح على المجتمع على الدراسة اللي درسها على المؤسسة اللي هو فيها فأمر طبيعتي تقول له شوف هذا الوضع السيء يقول لك إيه وضع سيء لازم نشتغل عليه ما نخليه لو أن الحكومة تفقه والحكومات المتعاقبة تفقه ورح تسألني أنت قلت في الحكومة ليش ما سويت ورح أجاوبك بعدين نعم لسوت أول شيء أنها فتحت مراكز مختلفة للشباب في كل مواقع وأزيدك تدري إحنا في كلية العلوم الإدارية شنو نعلم الطلبة نعلم الطلبة شلون يبتدأ عمل نقول له أنت اترك الحكومة ما لك شغل فيها أنت ابتدأ عملك إن زين شلون يبتدأ عمل وهو لا عنده راس مال ولا تهيأ للسبل حتى يقدر يحصل على راس مال ويفتح لعمل صغير وليس هناك قانون خاص بالأعمال الصغيرة شوف إحنا في اللجنة الماليين والله العظيم أنجزنا قانون للأعمال الصغيرة من أروع ما يمكن من أروع ما يمكن نحل المجلس يهي المجلس اللي بعده ما انكشت فيه بعدين ياتي الحكومة ما التزمت إلى آخره أنا رأيي الشخصي أنه إذا بالفعل نريد لهذا الشباب وقادر الشباب الكويتي قادر أن ينجز كل شيء صحيح علينا أن ننشأ لمراكز مختلفة في جميع التخصصات علينا أن نفتح للمجالات المختلفة في كل شيء علينا أن نهيأ إلى الأرضية حتى يبتدأ أعماله شوف البيئة شوف بعض الشباب والله العظيم حتى ممكن ما عنده إمكانات مادية لقد يبتدأ من الصفر أقول لكم أنا مشروع واحد وراح تتعجبون أنتو لثنين لأن أنا كنت متابعة واحد من الشباب في ميكانيكا سيارات فيرست كلاس ما أقوم مثله راح تعدرس وتعلم ويات شركة بوش الأمريكية أعطتها رخصة في العمل بإسمها ما شاء الله وراح فتح لقراج راح شركة العمال الصغيرة هذه طلب منه القرض يا جماعة عطوني بعد اللتية والتي والتي نعم عطوه وراح أغوى من فلوس أبوه شوية من فلوس أخوانه شوية فتح لقراج وبروفيشنال إلى أقصى درجة ماشا الله بدأ العمل طبعا مطلوب من أن يسدد أقصات صحيح من زين تعرقل شوية يا جماعة غير وبدأ لا ترى ها خلص بيع وتورط صحيح تورط الريال عطوني فرصة شوية أنا قاعد أشتغل وبإمكاني أنه أنجز لا خلص لازم أتبيع من زين راح شاف له شريك قال لشريكة يا معود تعال أنت اشتر حصة هذه الشركة لشركة الأعمال الصغيرة اشترها حتى تكون شريكي راح هذا بيشتريه قالوا لا لازم تنزل تعطينا سعر معين وإذا ما عطيتنا احنا راح ننزل هذا الأمر في مزايدة مزايد من زين قال لهم أعطيكم مبلغ زين بس عطوني حصتكم قال لا مزايدة يوم دخل المزايدة ما حتى قدم ما حتى قدم فخذ هذا بأرخص الأسعار والحمد لله الحين القراج تطور تسنع كذا قصدي أنه ليس هنا الحكومة مم التفتحك شيء اسم شبابه وبالتالي اللي تشوفه من الشباب الآن أنا أقول لك لمشاعره أن الحكومة لم تقوم بشيء نافع له ولذلك هو ينقاد أمر طبيعي ينقاد أنت قل لها شفت الوضع البزري شوف أنت شلون قاعد يعاملونك الموستات الحكومية كلها واسطات كلها كذا يقول لك إيه بالفعل أنا قاعد عاني هو اللي قالك أنا ما عندي مانع أن أمشي معك ولذلك لما نينا في الخطة الاستراتيجية للتنمية جزء كبير منها كان متعلق بالشباب صحيح بس يا ليت عندنا حكومة مثل أوادم تنفذ نعم إحنا ما عندنا حكومة تنفذ ولذلك أنا رأيي ردا على كلامك تبي وضع سياسي مستقر نعم تبي شباب فاعل في تنمية بلد نعم تبي شباب يحط كل نشاطه وقدراته حتى ينجز ما فيه منفعة للكويت هيئة للسبل حتى يستطيع أن يفعل هيئة للأجواء هيئة للمناخ الجيد حتى سيعمل هيئة للمراكز اللي تستخدم هؤلاء الشباب أنت بذمتك حتى النواد الرياضية النواد الرياضية أصبحت باردة ما هي جاذبة متآلة للسقوط أصلا نحن بحاجة بالفعل أن تأتي حكومة على مستوى من الأداء الراقي والجيد يا جماعة إذا أنتم ما تفهمون ترى أكو دول سبقتنا استفيدوا من تجاربهم استفيدوا من خبراتهم إحنا بلوتنا حتى لما أنت أنت تطلع قانون فيه منفع للشباب تي الحكومة وقته مكلف وما نقدار وفلوس وكذا لكن لما يصرفون في المواقع الثانية الإسفاف والإصراف اللي قاعد يصير في أموال الدولة في المواقع الأخرى وتعرف أن هذا ما منها فايدة مستعدين يصرفون لكن لما انتجي الأمور لما انتفعت أبناء الكويت والشباب وحتى الكبار وحتى الشياب لا يعرضون لا ما نقدر مع الأسف الشديد يمكن يجرنا الحديث هذا دكتور يوسف على مسألة جدا مهمة أنت صرحت في إحدى التصريحات الصحفية أن البرلمان المقبل رح يكون دستوري 100 بال100 في المقابل نشوف في أطراف تذكر أن القانون اللي طلعه مرسوم الضرورة اللي طلعه هو مرسوم غير دستوري شون تعلق على المسألة يعني أنت شون تحكم على دستورية الأمر من عدم دستوريتك عندك حكم عندك جهة لازم عندك أنت يعني تمشي على تاريخ معين أصدرت المحكمة الدستورية مجموعة قرارة أو آراء منها تستنتج إذا أنت اللي عندك يا دستورية أو لا شوف الحكومة رأيها في قانون الخمس والأربع خمس دوار والأربع أصوات نعم وأيضا طلبت من المحكمة الدستورية رأيها في الأصوات الأربعة إذا أكثر أقل شنو كان رأي المحكمة الدستورية أن قانون الانتخابات خمسة أربعة دستوري ومن يعني يغير عدد الأصوات هو المشرع صحيح من زين من المشرع مجلس الأمة صحيح لأنه هو الذي يصدر القوانين صحيح عندك مادة دستورية واضحة في حال حل مجلس الأمة أو في حال عدم وجود مجلس الأمة من اللي يصدر القوانين صحيح بالسمو الأمير نعم يصدر مراسيم قوانين الضرورة نزين من اللي هو يقول هذا ضرورة ولا لا أيضا الأمير نزين بما أن المحكمة الدستورية قالت بأن عدد الأصوات يحددها المشرع نعم وبما أن الآن مجلس الأمة منحل فأمر طبيعي نأتي إلى المادة الدستورية التي تعطي التشريع لصاحب السمو الأمير وهو الذي يحدد الضرورة معاي صحيح الأمير ارتأى بعد أن شخص حالة الحالة المأساوية اللي نعيشها في الكويت حالة التأخر في كل شيء وشرحها بالتفصيل صاحب السمو في خطابه في خطابه خطاب الحل وأيضا الخطابات التي تتلتها أن أسلوب التعاطي بالسياسة كان خطأ كان هناك أسلوب في صراخ واتهام بالباطل كان هناك أصوات نشاز تطلع منهم مننا شخص الحالة وارتأى بأنه لا بد أن يتغير قانون الانتخاب ويكون صوت واحد نعم الآن بما أن المحكمة الدستورية أعطت هذا الأمر للمشرع وبما أن مجلس الأمة تم حله إذن نرجع للمادة الدستورية التي تعطي صاحب السمو الأمر بالتشريع فأمر طبيعي عندما قام الأمير بتحديد الأصوات بالصوت الواحد هو دستوري بعد الحين أي مرسوم ضرورة يجب أن يعرض على مجلس الأمة صحيح في حال ابتداء جلساته صحيح أنا إذا معاجبني هذا المرسوم أرفض مبشارع أروح أمشي صحيح وأصرخ لا أروح تحت قبة عبدالله السالم أثناء التصويت أبين رخضي لهذا القانون وقالوا مجموعة من الأخوان النواب المرشحين عفوا قالوا إذا وصلنا لمجلس الأمة رح نرفض هذا المرسوم من حقهم صحيح ولذلك تسألني دستوري أقولك إيه أمية بالأمية ليش شرحت لك عن الأسباب صحيح واضح يبقى أكو جانب واحد أيضا هذا مهم البعض ما رشح نفسه مع أنه بإمكان أنه ينجح إذا رشح نفسه لكن يعرف بأنه إذا نجح وإتى إلى مجلس الأمة سوف لن يشكل أغلبية صحيح وبالتالي لا يستطيع أن يسير المجلس على أهوائه نعم وبالتالي اعتراضه واعتراض الآخرين اللي يدرون أنه ما رح ينجحون إذا صار صوت واحد وهو اللي قادنا إلى الحال اللي قاعد نعيشه لكن تسألني المجلس القادم دستوري أقولك دستوري أمية بالأمية بناء على المعطيات كل المعطيات الدستورية يعطيك العائفة سيد على هذا الشرح الوافي وكافي واعتقد اللي يوصل لسادة المشاهدين وهذه الصورة الدستورية اللي رسمتها بشكل مبسط وسهل جدا الوقت يداركنا ومخطئ من يتحدى الوقت وعندما حاولنا أنه جار الوقت لأسف سبقنا كلمة توجهها لسادة المشاهدين واتكلم فيها عن برنامجك الانتخابي بشكل سريع جدا حتى نختم شكثر عندي معلمني حتى حدده شكثر يعني باختصار عند المخرج اتوقع شكثر عندنا دقيقة لا فضل فضل لو بيدي اعطيك سأل كلامي وخطابي موجه للكويت جميعا المشهور والمعروف عن الكويتين بأنهم على قلب واحد مهما اختلفوا في أطيافهم أفكارهم انتماءاتهم طوائفهم لكن يبقى كلهم على قلب واحد وعندنا درس قريب وهو درس الغزو اخترطت به دماء الشعب الكويتي سنة وشيعة وبدو وحضر ولم يفرق أحد بينهم لذلك هذه النفسية الطيبة للكويتيين يجب أن نستمر فيها ولا نغيرها لأن الكويت لا تحتمل هذا الاختلاف لا تحتمل هذه التفرقة لا تحتمل دق سفين التفرقة بين أطياف المجتمع ما نحتاجها بالفعل هو أن نرجع الكويت الأصيلة النفس الكويتي الأصيلة التي تجمع الجميع ولا تفرق أحد ويبقى أنا أقول ما قاله صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه عندما قال المشاركة في الانتخابات واجب وطني الآن مع احترامي لكل الآراء الأخرى لكن من يجب أن نطيع صاحب السمو الأمير ذو الخبرة السياسية العريقة والذي قلبه على الكويت وليس هناك مصلحة له من هذا الكلام أو الذين لديهم مصالح سياسية وآراء سياسية خاصة فيهم أمر طبيعي يجب أن نرجع لصاحب السمو وبالتالي المشاركة في هذه الانتخابات أكرر كما قاله صاحب السمو الأمير واجب وطني واتمنى من أن يجب إن شاء الله المشاركة في هذه الانتخابات حديثك لا يومل حديثك لا يومل أمالة بكتور يوسف الشكر موصول لك ونشكرك اليوم على وجودك معنا وعلى تبيانك لبعض النقاط هذه اللي كانت يمكن تحير السادة المشاهدين نتمنى لك التوفيق إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة إن شاء الله من الحياة البرلمانية أعزاء المشاهدين فاصل جدا قصير وراح نرجع لكم بإذن الله تعالى مع ضيفنا بالفقرة الثانية الأستاذ عبد الحميد دشتي مرشح الدائرة الأولى خلقم معنا اشتركوا في القناة أعزاء المشاهدين عودة معاكم برنامجنا لأم إرادة في الجزء الثاني مثل ما وعدناكم نستضيف الأستاذ المحامي عبد الحميد دشتي مرشح الدائرة الأولى حياك الله بطلال ومساك الله بالخير خندج دائرك بالأسئلة مثل ما يقولون خصوصاً أن الواتساب صبقنا بالأسئلة والمشاهدين الكرام نتكلم أول شي عن قرار المحكمة الدستورية بالشط شنوه رأيك فيه خصوصاً بعض التهم اللي كانت موجهة لبعض الأعضاء كانت أشياء مثل ما يقولون يعني ماهي ذات مغزة هذا الشق أول الشق ثاني توصلني بالواتساب نسبة المشاركة بالانتخابات القادمة بداية بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم اللهم صلى على محمد وآله محمد خلونا نعزي إمام زمامنا في البداية والإمام الحجة بن الحسن وجميع مراجعنا والمؤمنين والمؤمنات باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام حيث أننا في هذه الأيام في رحاب صحيح عاشوراء وبنفس الوقت أوجه التحية لأهل الكويت قاطبتا بكل فئاتهم وعلى راسم سمو الأمير الله يحفظه اللي يعني أتلت صدور أهل الكويت والمؤمنين في تجواله إلى المآتم الحسينية خلال الأيام الماضية وهكذا الأسرة الحاكمة وكل الكويتين فيما يتعلق في الشطب الشطب لم يصدر من المحكمة الدستورية الشطب جاء بناء على قرار لجنة شكلت بالمرسوم بقانون رقم واحد وعشرين لسنة 2012 وهو مرسوم ضرورة شكل لجنة هذه اللجنة شكلت من تسعة من القضاءات الأفاضل نعم في كافة التخصصات والدوائر في المحكمة عطت انطباع أوحة للناس لأنهم قضاءت بأن هذه لجنة قضائية وهي ليست كذلك ليست قضائية هي لجنة لجنة تنفيذية إدارية تقوم بإصدار قرارات إدارية بعد أن ورد في المرسوم بإنشاءها ما يعطي الحق من التحقق من انطباق الشروط على المرشحين هذه اللجنيات وطلبت صحيفة الحالة الجنائية لكل من المتقدمين هنا هذه في بوينت لازم نتوقف عندها اللجنة هذه مثلها مثل اللجنة اللي كانت قبل هذا المرسوم وزارة الداخلية وزير الداخلية شك اللجنة سابقة في شهر واحد في الانتخابات للمجلس المبطل أيضا هذه اللجنة جاء على رأسها أحد القضاءات الأفاضل وآخرين من ضباط وزارة الداخلية هنا الفحص هذا لا يجوز لا يجوز فحص مسبق لأوراق المرشحين حيث أنه أنا قاعد أحاول بشكل سريع نعم طلبت صراحة ولا هذا الموضوع يعني انت وسع فيه كثير قانونا من أيام المجلس التأسيسي المشرعون الأوائل ما أخفلوا هالنقطة وثيرة نقطة المرشحين اللي بيتقدمون من يفحص أوراقهم فكان الرد من الخبراء الدستوريين في ذاك اليوم والأعضاء الله يرحم الماضي منهم يطول بعمر منك هو موجود لليوم بيننا قالوا لا يجوز فحص لكائنا من كان ولا أي سلطة نعم أن تفحص أوراق المرشحين شلون عيل قال لك يكفي أن يكون مقيدا في جداول الانتخابات صحيح وجداول الانتخابات سنويا تحصن إذا أكو حكم على أي واحد كان راح يبيعي يفترض في شهر اثنين وثلاثة المفروض يتم استبعاده والأصل هو الشروط تنطبق على الناخب لأن المرشح لما يتقدم بوراقة المفروض تنطبق عليه شروط الناخب وهكذا هذا ما ورد في المادة 82 من الدستور وفي القانون قانون الانتخابات رقم 35 وفي لائحة مجلس الأمة إذن العمل اللي تقوم فيه هذه اللجنة هو عمل إداري بحث وإن كان فيه قضاة أفاضل إلا أن أنا أقول أقدر أطلق عليهم من الناس المشهود لهم بالنزاهة والحياد حكماء هم استعرضوا وشافوا كم من القضايا وقال لك والله حتى وإن كان في هذه القضايا ليس هناك ما يعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد إليه اعتماد ولكن خلينا نقول هذا الكم من القضايا يا أخي يوحي بأن هذا الرجل قد يعني معروف عنه قالت السوء وما يكون حسن السم وأنا أعتقد أن هذا اجتهاد جانب الصواب يعني من السادة الأفاظل رئيس وعراء اللجل يعني هذا طعن في القرارات بالكم الكبير أمام الدائرة الإدارية المختصة ونظرة الطعون يوم أمس وأول أمس وأيضا يوم الأحد القادم إن شاء الله واللي مبين أن كلها قاعدة ترحل إلى يوم 26 فسيكون يوم 26 يوم مفصلي في تاريخ الانتخابات والحياة إن شاء الله نفرحنا ما في شيء يعني والله هو الاحتمالات واردة يعني بصراحة الآن كل شيء يرحل إلى يوم 26 عندنا أيضا حكم يفترض منتظرينا إحنا الأخ الفاضل أبو حمد المحامي رياض الصانع متقدم بطعن أمام الدائرة الإدارية نعم لوقف الانتخابات وإحالة هذا الشق الخاص في المرسوم نعم إلى المحكمة الدستورية وبالتالي هناك احتمالين أما أن ترفض الطعون نعم أو تأخذ عدم قبول إن صدر حكم بوقف الانتخابات والإحالة للدستورية مما يعني إنه بعد أيام يعني يجب أن يعود المجلس المبطل ما الـ 2009 العتوي اللي أنا سميته بسبح أرواح هذا يروح ويريد أو إنه لا والله تقبل كل الطعون تقبل وبالتالي يستمر المرشحين سير عملي وتمضي عملية الانتخابات بالنسبة لنسبة المشاركة طبعا هو واجب وطني بغض النظر عن عملية الإرهاب الآن اللي قاعد يمارسها بعض الأخوة من النواب الأغلبية في المجلس المبطل لأن لهم قناعاتهم إحنا ونقول اليوم ونعم فيهم كأشخاص ولكن نتحفظ كثيرا على فكرهم وعلى أسلوبهم وعلى رغبتهم الآن إلا أن يعود مجلس بالأربع أصوات حتى يكونون خمسة وثلاثين عضو ويشكلون أغلبية هذا لا يستقيم نعم لأن النموذج حقيقة اللي قدموه نموذج سيء في المجلس شفته اللي كنا فيه نعم ويعني كلكم تعرفون تفاصيل العبث اللي صار والانحدار بالأداء وخلاف هذا واضح المفروض إذن الكل يشارك واجب وطني حق دستوري ليش الإنسان يحرم نفسه من يريد أن يقاطح هذا شأنه ولكن إرهاب الناس صحيح هذا مخالف لقانون وقانون الانتخابات وقانون الجزائية تصدى لمن يرهب الناس ويرظمهم على عدم المشاركة أو يرتكب أي أفعال تشكل جرائم في قانون الانتخابات وقانون دل نعم يعني هذا واضح في بداية الحلقة تمنيت أمنية مع سيد يوسف ولكن ما تحققت الأمنية أن كل المحاور اللي عندنا نناقشها أنا حين حين هذا من غير اشترسال إن شاء الله ما تشعبني مفتلت ما شاء الله إن شاء الله المحاور كلها نناقشها ونصل بي على الأقل صورة إيجابية لستاذ المشاهدين لقعت أبونا بطلال ودي أتكلم عن الوضع السياسي الحالي ما بين تأييد ما بين معارضة ما بين مقاطعة ما بين صوت واحد هناك وضع سياسي تعيش دولة الكويت وأعتقد هو وضع جديد وحالة صحية جديدة شون تقدر والله بصراحة هناك صراع بين من يريد الحفاظ على الدولة المدنية الدولة دولة الدستور والمؤسسات الدستورية ودولة القانون نعم وهناك من يريد أن يعبث أسمع مصطلحات ما أنزل الله يا من سلطان اللي يقول لك نحن نريد أن نعيد النظر في نظامنا الدستوري كاملا والدستور حرام عليكم ما أحد داس ببطن الدستور اللي أنتم ما أحد انتهك حرمة الدستور ولم ينفذ الدستور إلا أنتم ما تعرفون من الدستور واحد واحد مستعد لمناظرتها منهم أسادة القانون أو منهم من العامة اللي برلمانيين صار لهم سنين أو مخضرمين محنكين يا أخي التمييز الأقصاء كله شفناه من عندكم وأنتم لو تقولوا مؤمنين بالدستور العبث في الواسطات خربتوا النظام الوظيفي والجهاز الإداري والوزارات خربتوها العبث اللي سويتوه في إقصاء الناس ووضع الرجل السيء الغير مناسب وأخذ حق الرجل المناسب اللي كان يفترض يكون في هذا المكان والعبث في العلاج بالخارج والعبث في المشاريع وفي الصفقات ترفعون شعار حماية الدستور وأنتم من ينتهك هذا الدستور إذن جربنا في مجلس 2012 النموذج اللي قدمه الأخوة لما صاروا أغلبية نموذج سيء انحدر بالأداء البرلماني اسفاف لغة خطابة متدنية تراشق بالألفاظ والعبارات تقديم مشاريع تعبر عن الأجندة الخاصة فيهم وبعدين خلف الكواليس يمارسون كل أنواع الإرهاب والضغط على الحكومة لتضعف ابتداء من سمو رئيس الوزراء حتى يرفع عيده عن وزراء اللي هم على اتصال مباشر وياه وبالتالي يسوي لهم كل شيء وتلاقي العبث والتخريب المنظم اللي يصير إذن هل يؤقل اليوم إن هؤلاء لما يكونوا في مشروع وفي المشروع المقابل اللي رئيس حربته سمو الأمير الله يحفظه رئيس الدولة نعم الإصرار على أن نريد لكويت دولة مدنية دولة مؤسسات دولة دستور ومؤسسات دستورية ونرسخ القانون وكل شيء وفقا للدستور والقانون يعني إحنا يفترض أن نكون أبناء نصوص أينما غاصة نغوص صحيح إحنا نطلع على نصوص الدستور ونلتزم بتنفيذها الأخوة للأسف الأخوة الشعارات اللي يرفعونها أمانة هم اليوم ياريك يلتزمون بتطبيق الدستور أنت حضراتكم شوفوا الأقصاء والتهميش اللي يصير لبعض مكوناتها لكويت هذا وين من الدستور العدالة والمساواة صحيح الدستور الكويتي لا يميز بين المواطنين لا يميز بين بني البشر اللي هم تحت كنف وولاية هذه الدولة طيب وينكم انتوا ليش ما تدافعون عن هالناس ليش لما تأخذون باسكم وقطاراتكم وتروحون للوزارات ما تخلون فيها من كل مكونات أبناء الشعب الكويتي ليش إلا الناس اللي تمشي وراكم وتطبل وعلى أساس إنها تشوفكم أنتوا أولياء نعمتها وبالتالي فعلا الحكومة سلمت مقاليد الحكومة لهؤلاء وليه اليوم هذيلا في الوزارات ملفاتهم تروح وتخلص معاملاتهم مع الوزراء نوع من الإرهاب والهيمنة اللي مسوينه صحيح وبالتالي هذيلا يفترض لو حجموا مثلهم مثل أي واحد اليوم أنت بنت نائب خلاص اليوم النفوذ والسلطة انتهت لا بالعكس بعضهم متهمين بجناية وجنايتين وثلاث وركضك اليوم يعني أيام البرلمان تحصنوا وتمترسوا خلف الحصانة صحيح اليوم لما راح المجلس المبطل بدأنا نشوفهم في أروقة المحاسم صحيح هذه دولة المؤسسات هذا ترسيخ القانون في الدولة المدنية إذن الحكومة ليس سلمتهم الخيط والمخيط حتى هذيلة يشعروا الناس اللي يمشون وراهم ويطلعوا وراهم ليه الموت بالشوارع وبالمخالفة للقانون ابتداء من اقتحام المجلس وبالتالي بالمسيرات الغير مرخصة وتجاوزا على قانون التجمعات والمادة 44 من الدستور اللي عطيتهم حق التعبير عن الرأي والاجتماع العام إلا أنه هناك قيود وهذا يتماشى والمادة 21 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية ليش أنا أشير لأن أحد الأخوة اللي هو عضو بالكتلة وهو استاذ قانون رفع شعار فيهم من يقول أن الدستور عندنا ما هو أسمى وهذا غير صحيح وكان عليه الرد هذا حقيقة الصراع صراع بين من يريد الدولة المدنية دولة المؤسسات الدستورية دولة الدستور وقانون وهناك من يريدها دولة شربة على كيف على كيف حتى يكون شريك على طريقته في الحكم وفي الثروة عملية الثروة إرهاب شباع والربع عشرات الملايين مئات الملايين الآن يبون المليارات يجرنا هذا لسؤال أو تصريح جداً مهم ذكرته خلال فترة السابقة استاذ عبد الحميد ديشتي مرشح الدائرة الأولى قلت أن البلاد تتعرض لغزو غزو هذا ناعم تحول إلى خشل تمهيداً لانقلاب على الدولة صار لانقلاب صار احنا خلصنا المرحلتين الغزو الناعم لما الشعب الكويتي من خمسمية وستين ألف في سنة واحد وتسعين اليوم يقفز سبعمية ألف يعني يصير مليون ومئتين وكسور صحيح هذا التغير الديمغرافي يغير لنا ولهذا أنا عندي مصطلح دائماً أقول عندنا أهل الكويت وعندنا كويتيين أهل الكويت اللي قلبهم يعورهم عن الكويت أنا في بداية حديثي لما أي أشوف ولله الحمد التسامح صحيح بين أهل الكويت ومكونات أهل الكويت قاطبة أبناء القبائل المؤسسة السنة من أهل الكويت الشيعة من أهل الكويت فهمهم المشترك للتعايش وقبولهم له ومعرفة الثقافة الكويتية وبالتالي اللي دخل عليهم وهو لا يعرف هذه الثقافة بدأنا نشوف ثقافة جديدة ثقافة جديدة ثقافة ترفض الآخر ثقافة إقصائية ثقافة أحياناً للأسف تميز ثقافة لا تحسن لغة الخطابة مع من هو أكبر مننا مو مع بعد سمو الأمير من هو أكبر مننا يعني إحنا تعودنا في بيوتنا العمام الجيران حوالينا قسماً بالله نقف إجلالاً واحتراماً غير الكويتي لما كنا نشوفه يمر بالحارة نسلم عليه نقوله السلام عليكم عمي إحنا صغار نبادرة صحيح اليوم اللي قاعد يصير هذي مياه من الثقافة الكويتية بدأينا نشعر بحراك خشن بدأينا نشعر بكل هالممارسات اللي شفتوها خلال أيام الماضية اليوم هناك من يقول يجب أن نعيد النظر في النظام الدستوري الكويتي وهذا الدستور كل ما ينفعنا إذن أصبح هناك من يريد انقلاب حقيقي نحن في مواجهة انقلاب لكن أنا أبشركم طالما سمو الأمير الله يحفظه ويطوله بعمره ويطوله بعمره سمو ولي العهد وأقطاب إسرة الحكم اللي هم من ذرية مبارك الصباح اللي إحنا نؤمن بحقيتهم في توارث الإمارة وفي نص المادة الرابعة وأهل الكويت كلهم دون استثناء مرتضين هذا أيونا بعض الكويتيين الآن يبون ينقلبون على هذا أعتقد أهل الكويت يتصدون لهذا المشروع بإذن الله وإحنا قادرين على إفشال هذا الانقلاب إن شاء الله تشرب القهوة وبطلال على مرة فاصلة صغيرة ونعود لاستكمال المحاور لعنده فاصل ونعوك اشتركوا في القناة واجعنا من بعد الفاصل مشاهدين ومستمرين معكم مع الأستاذ عبد الحميد داشتي وكثير من الأسئلة وتساؤلات تتواصل معانا عبر واتساب ولكن نظراً لذيق الوقت راح نركز على أبرز المحاور اللي عندنا واجعلك أستاذ بطلال وأتكلم عن نقطة مهمة جداً واشرت لها من خلال الصحف بأن المرحلة السابقة شهدت السيطرة على معظم مفاصل الدولة حيث بدأ الشعب بالانقسام والعصبيات بأشكالها كما بدأ يبرز الانقسام بينه راضي عما يجري ومشارك فيه لأنه مستفيد وبينه خائف على مصالحه يعني شرحت اعتقد صورة كاملة ما بين محورين ودي أتكلم عنها قبل لا نشرح هذه الصورة أريد أتكلم عن جزئية اللي مشابه لإسمك واللي ينسحب عشان لا يصير هناك لغط عند السادة المشاني أحسن تسلم ألف شكر لك على تطاعت توضيح في أحد من أولادنا اسمه عبد الحميد عبد الرزاق دشتي أمانة هذا الشاب ويعني نتيجة فيما تقول الضغط العائلي أيضا فهو تعييدا لي راح أمس وانسحب فانسحب من الماراثون الانتخابي عبد الحميد عبد الرزاق دشتي وأنا اللي مستمر بس طبعا الآن مشتوب مثل بقية إن شاء الله في يوم الأحد إن شاء الله نحضر الجلسة والأثنين بإذن الله بإذن الله أما أن نعود أو ما في انتخابات لا إن شاء الله تعود أما فيما يتعلق بالجزئية اللي تفضلت فيها فعلا يعني اليوم يعني في ناس باستحياء تتنازل عن حقها في أن تدافع عن دولتها المدنية البعض منهم لمصالح ويعتقد إن هذه الأغلبية أخوان مسلمين ومعاهم بعض أبناء القبائل اللي هيمن عليهم البعض بالتالي قد يكونوا قوة يشكلوا ضغط على القيادة السياسية فتتراجع فليش أنا الآن أدخل فخليني أنزوي وأنسحب لو أكثر إذا كانت لمصالح اقتصادية للأسف شفنا إحنا بعض اللي لهم المصالح الاقتصادية وثاني يوم عقب ما خلص وتنازل عن حقه في الترشع وهو برلماني يتوقع مع عقد بـ 800 مليون دليل على إنه أكل بعض ما هم شارك بالرغم الإيمانة الدستوري وهو أبن عن جد من واضعين هذا الدستور وأسرهم ساهمت إلا أنه الآن بصراحة خوفاً وخشيةاً على مصالحه تخلى عن دور الوطني مع كل التقدير والاحترام أنا لا أتفق اليوم يعني هذا النوعية من الأخوة اليوم مقت التضحية هذا غزو اليوم المفروض الضحي ملعونبوا المصالح اليوم الكويت أبدأ في المقابل اللي سيطر على مفاصل الدولة الإخوان المسلمين تبارك الرحمن اليوم وكلاء وكلاء مساعدين ادخلوا كل سلك ومدني وعسكري يقول لك والله النعم بالصباح بس اليوم الصباح ما يسوي شيء اللي يسوي الشيء فلان وفلان تبي وظيفة يحطك تبي وكيل مساعد يحطك تبي مدير يحطك تبي سفير يحطك تبي تعلاج بالقارج يعطيك تبي خردة يعطيك تبي عقود يعطيك تبي تبربس في الملفات مالة الشؤون وتحط عمالة بالآلاف وتاخذ عليك الواحد ألف وملفات فيها عشرات الآلاف هذي لي يطمطمون عليك وبالتالي لا واذا رحت واذا اقتحمت واذا دخلت مغفى ريونك على طول اذا نسيطروا فعلا على كل مفاصل الدولة وهذا واقع حالنا احنا نأمل بأن اليوم التصدي في ترسيخ القانون وفي الرغبة في الدولة اللي بقاء على دولتنا دولة مدنية تأكيد على دور المؤسسات الدستورية احنا اليوم أمام حراك وصراع حقيقي وبالتالي نعم الدستور مثل ما تفضلت بطلال في إجابة سابقة على سؤال أنه عطانا حق التعبير بشكل سلمي بشكل حضاري في المقابل نشوف هالأيام مسألة اللي هو الخروج إلى الشارع الدعوة إلى الخروج إلى الشارع أنت وين تشوف الناس في وسطها المعمعة هذه ما بين هالطرفين هذين طرف دستوري نقول أنه طرف يدعو إلى الحضارة وإلى انتهاج أسلوب حضاري في مسألة تعبير عن الرأي وطرف يدعوك إلى الخروج إلى الشارع مثل ما تفضل الدستور الكويتي يستمد أكثر من 28 مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نعم ومن العهد الدولي الخاص لحقوق المدنية والسياسية وغير ودستورنا من أروح الدساتير اللي كفلت لنا المساواة والعدالة وحرية الرأي والتعبير وبناء علياتنا قوانين رائعة بالإضافة إلى أن تعرفنا على أن نوجد اليوم هايد بارك اللي هي ساحة الإرادة صحيح روح أنت اشتبي في الأخير بتوصل رسالتك نعم عندك إعلام محلي وأجنبي يقول ما شئ بس دون أن تقول قول أو ترتكب بفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون لا تشتم أحد لو أخطأت بحق عبد الحميد دشتي وهو مواطن عادي يروح المغفر فوراً عند ساحة الإرادة إذا كانها الحجي مغفر الصالحية الاختصاص أو النيابة العامة يعتمد على الفعل أو القول اللي تقوله بالتالي تروح ترفع السقف وتوصل إلى الخطوط الحمرة اللي ما اعتدنا لا دستورياً ولا قانوناً ولا أخلاقياً أن نتجاوزها احتراماً لأنك رموز إذا تبي دولتك دولة متماسكة دولة قوية لازم تحافظ على رموزك تحافظ على أميرك تحافظ على علمك تحافظ على نشيدك لما تتجاوز هذا يعني أنت تبي تنصف كيان الدولة وتنقلب عليها إذا عبر الدستور أعطاك الحق المسيرات المادة 44 نظمت حق الاجتماعات صحيح لما تقعد باجتماع خاص في بيتك بحسينية تسكر عليك الأبواب روح قول الأمن ما لحق أنه يدخل بتروح لاجتماع عام الاجتماع العام منظم وفقاً للقانون المسيرات في الشوارع هذه لا تجوز وإذا تبيها لازم بطلب ترخيص ويعتمد يحدد مكانها وساعتها وأهدافها وبالتالي حتى المادة 21 من العهد الدولي الخاص نظمت هذا الأمر ووضعت قيود الشد مما هو موجود في الدستور الكويتي يعني القانون الوطني لما ينظمها وهو قاعد يجسد الحق اللي أنت معطاه أساساً وفقاً للدستور والعهد الدولي الخاص لكن يضع قيد يقول لك بما يتماشى والقانون الوطني وبما لا يتنافل نعم والسلام العام والنظام العام والصح العام و إلى آخره وحريات الآخرين يعني حرية المرور في المسيء مكفولة اللي بيمر بالشارع أنت تبتروح مثل ما شفنا المناظر هذه فوضى وبعدين والله تعلن أنك بتروح تطلع مسيرة هني أيون الأمن علشان يمنعون أو ينظمون تروح تركض مكان ثاني كالروفر كالحاجة هذا هذه فوضى وأعجب من يعني أحد رجالات السياسة والمفروض المحنكين أنه والله المسيرات بالنهار يعني كل واحد تمشي شون يعني النهار وبالليلة منين يبقى العجية يعني هذه بدعة حقيقة غريبة لا يبقى المسيرات محظورة إذا كانت تتنافأ الأداب العام والسلامة العام وتخالف النظام العام وتؤثر على الحريات الآخرين هذه كلها ممنوعة إذن أنت تروح تتقدم بترخيص يوافقون لك ما يوافقون لك يشوفونها تنسجموا هذا أو ما تنسجم شنو بالليل وشنو بالنهار منين يبقى هذا ما لا أساس لا بقانون دولي ولا بقانون وطني ولا بدستور طيب نعود إلى نقطة مهمة جداً وأعتقد أن هذه النقطة المفروض أن نناقشها بوقت طويل جداً ما أدري إذا المخرج يسمح لنا أو الفق ولكن بطلال هذه النقطة مفروض أن لا نقف عليها ولا نمر عليها مرور الكرام بشكل سريع جداً ما كنت أتمنى أن يصدر مرسوم تعديل الأصوات لأن لكل حسبته الخاصة ولكن سمو الأمير رأى بالأمر مصرحة وضرورة وعلينا القبول به ما كنت أؤيد للمرسوم ولكن قبلت به وفي الجهة الأخرى اللي ما قبل بالمرسوم رأينا ما رأى يعني فعل نتحدث عن هذا أولاً سمو الأمير في ظل حل مجلس الأمة أثناء حل مجلس الأمة بعد ما شاف البربسة والعبث في المجلس الأسوأ في تاريخ الحياة البرلمانية اللي كنا فيه وسميناه مجلس الخراب والدمار لأن ما عندنا وقت ما بي أفصل أقول لكم القوانين اللي ردت والعبث اللي صار وكل العالم شافته وتعرف هل يؤقل أن سمو الأمير وهو من يناط فيه التشريع كمشرع أثناء فترة الحل بعد ما نحل المجلس وملزم أنه خلال شهرين يجيب مجلس جديد وإلا يعود المجلس المنحل بقوة القانون نعم إذا ما جرت الانتخابات خلال شهرين بالتالي طيب أكو عبث صار أنا شخصيا كنت أتمنى أن يعالج العبث بطريقة أخرى دون أن تؤثر علي أنا كمكون أنا متمنى نوعية معينة بالدوائر الأولى على سبيل المثال دائرة الثانية هذه حسبة انتخابية صحيح المكون على سبيل المثال الوطني الشيعي كان يطلع بعدد جيد نعم بالرغم من التبربس واللي نزلوهم من ربعنا خمسين وستين وإحنا لنا مطالب ولنا حقوق وله الآن عندنا مهضومة حقوق أهلنا وربعنا لهني ولكنهم أنا أعجب يعني واحد يفدع بشري يتساءل يقول وين الشيعة نوابهم اللي يقولون عندهم مطالم وعندهم كذا وين هم الحين ما يطالبون لا أنا أقول الشيعة عامة الشيعة ونواب الشيعة يعرفون متى يطالبون مطالبهم يطالبون في توقيت الصح ووفقا لآلية حضارية صح اليوم الوطن قاعد يستنزف وإحنا في ظل حراك هل ما أقول الآن أيون الشيعة ويطرحون هذه المطالب بهذا الشكل إذن إحنا بالرغم من هذا لما يسموه الأمير واستخدم حقا دستوري وفق المادة 71 وأصدر مرسوم ضرورة نعم لوجود تدابير لا تحتمل التأخير عندك انتخابات تبتيب مجلس غير مجلس التبربس شلون شموه الأمير اجتهد اجتهاد هذا هو من يملك حق قرارة لا سلطان عليه بتصوري حتى المحكمة الدستورية لما ينعرض عليها مرسوم ضرورة سموه الأمير قرره تقول والله احنا ما ننظر في هذا لأن سموه الأمير هو من يقرر للمواءمة السياسية لعمل قانوني باحث عمل مادي باحث سموه الأمير هو من يقرر احنا كشعب كأمة الإرادة احنا نجسدها في البرلمان لنحق الرقابة الدستور الراقي عطاننا هذا الحق قال انه والله كل المراسم اللي تصدر اول مجلس يجي ينظر فيها انا الان سموه الأمير ما شاف انا شي اتمنى وفلان شي اتمنى نعم شاف اللي يجسد المصلحة ويحصل على المصلحة العامة نعم صحة وبالتالي ما نملك الا ان نقول لسموه طالما هذا يتماشى وصحيح الدستور سمعا وطاعة نعم مثل ما انت قلت اكيد سمعا وطاعة لصاحب السمو أمير البلاد المفده الوقت داهمنا مثل ما يقولون كلمة اخيرة كلمة اخيرة كلمة اخيرة خلال ثلاث دقائق عندك بالضبط انا عندي ان شاء الله يوم الخميس القادم نعم ندوة الختام بعنوان دقة الساعة اتمنى على يعني جميع ابناء الدائرة واهل الكويت يشرفوننا ساعة ايمان لان اليوم مثل ما انتم شايفين الظروف وثم عاشراء وايام محرم والناس بالمجالس والحسينيات نعم الديوانيات معظمها مسكرة الاخوان لا ياخذوننا اذا ما قدرنا نوصل دواوينهم فنتمنى ان نشوفكم ان شاء الله خلال ايام القادمة في حتى نتواصل زائد الواتساب تابعونا بالواتساب نعم وبتويتر كل شيء من مواقف سابقة كل شيء قاعدين نحاول نوصل لكم اياه قاعدين ننشره واسمحونا قدينا ما علينا خلال ايام الماضية في المجلس المبطل الاتعس نتمنى ان شاء الله ان نجد الوفا المتبادل كما ضحينا كما قمنا ان شاء الله بما يتوجب علينا نتيجة تحميلنا الامانة وحطيتوها برقابنا حاولنا ان نجتهد بانه ادي ما علينا ان شاء الله نتمنى ان نشوف وفاكم للكويت بالمشاركة اللي اتمنى ان تكون على اوسع نطاق ثم ما تنسون اخوكم ان شاء الله كل شكر وتوفيق لك يعطيك العافية المحامي عبد الحميد دشتي يعني رأينا هذه الكلمات الصادقة من القلب للقلب للسادة المشاهدين ان شاء الله يا رب الكل يكون استفاد من هذه الحلقة الحلقة ستعاد الساعة تنتين بالليل بع شوي عشرة صباحا باتشر الساعة أربع العصر عقل حاب يتابعها كل الشكر لضيف اللي توصلوا معنا اليوم الدكتور يوسف زلزلة وايضا بطلال المحامي عبد الحميد دشتي هذه حلقتنا اليوم نشوفكم ان شاء الله أخوي أحمد صبحونا على خير وأكيد نشوفكم بحلقة آية من برنامجكم للأم وإرادة والشكر موصول لجميع من يشارك معنا بالحلقة وكذلك الطاقم الفني عندنا في قناة الكود في أمان الله